بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي كيف تحقق عشرة آلاف دولار شهريا مع التسويق بالعمولة هذا موضوعنا لهذا اليوم إذن أخي الكريم واختي الكريمة إذا كنت جديد في قناتي فأرحب بك وأتمنى أن تستفيد معي مما أقدم من المواضيع حول الأفليت ماركوتينج هنا أخي الكريم نتحدث عن هذا المجال ونشرح الوسائل والتكتيكات المستعملة لتحقيق أرباح جيدة إذن أدعوك إلى الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس حتى تصلك الفيديوهات التي أنزلها على قناتي إذن أترككم مع شرح الموضوع مرحبا بكم مرة أخرى إذن نشرح موضوعنا لهذا اليوم وهو كيف تحقق عشرة آلاف دولار كل شهر دعونا أولا نرى كم يلزمنا كل يوم حتى نصل إلى هذا المبلغ مثلا إذا قمنا بعمل حسابي هنا قلنا عشرة آلاف دولار نقسمها على ثلاثون يوما يعني يلزمنا تقريبا تحقيق ثلاثمائة دولار كل شهر عفوا كل يوم إذن فقط ثلاثمائة دولار في كل يوم سنصل إلى هذا المبلغ أنت في بداية عملك كمسوق يعني لا تتصرع إلى أن تصل إلى عشرة آلاف دولار هذا فقط أريدك أن تجعله يعني هدفك إذن هدفنا عشرة آلاف دولار كل شهر إذن قلنا يلزمنا أن نحقق ثلاثمائة يعني ثلاثمائة دولار في كل شهر في كل يوم عفوا فقط بتسويق يعني منتجات الآخرين فقط بالتسويق بالعمولة افليت ماركتين هكذا إذن دعونا أولا نشرح مفهوم التسويق بالعمولة للأشخاص المبتدئين يعني الذين يسمعون بهذا المجال لأول مرة نشرح هذا المفهوم مثلا نفترض أن هذا الشخص مثلا هذا شخص يبيع يعني عصير الليمون هنا في عربة مثلا نعطي فقط مثال وهنا يعني يوجد ملعب لكرة القدم يعني فيه يعني شباب يتفرجون على ويشاهدون كرة القدم وهذا الشخص مثلا يبيع هذا عصير الليمون مثلا بثلاثة دولار يعني ثلاثة دولار يعني هذا شخص مثلا شخص ايه مثلا هنا يوجد شخص آخر يعني مثلا شخص مثلا بي يعمل كأفليت أو كمسوق لهذا يعني العصير يأثي مثلا إلى هنا إلى أمام الملعب ويخبر المتفرجين مثلا هنا يوجد مثلا ألف متفرج على سبيل المثال فقط ويخبرهم أن هذا الشخص هنا الذي يبعد مثلا على الملعب بكيلو مثلا أو خمسمائة متر أو يعني مسافة قريبة يقول لهم هنا يوجد شخص عنده عصير يعني ليمون جيد بثلاثة دولار هذا الشخص حينما حينما يأتي مثلا بشخص هنا ويشتري هذا العصير يربح مثلا عمول قدرها سيفر فاصلة خمسة دولار عن كل شخص يأتي ويشتري عند البائع إذن نفترض أنه أتى مثلا بخمسون شخص أتى مثلا بخمسون شخص يعني هم لا يدرون بهذا البائع نهائيا أتى بهم الشخص بي واشتروا هنا مثلا خمسون شخص اشتروا من هذا البائع سيكون الشخص بي قد ربح ما مجموعه خمسة وعشرون دولار إذن هذا هو المفهوم مفهوم الأفليت ماركوتينج إذن هذه هي الطريقة للأشخاص المبتدئين الذين لا يفهمون أي شيء في هذا المجال إذن هنا نحن على النت دورنا أننا نسوق لمنتجات يعني ليست ملكنا نحن لم ننشئ هذا المنتج ولكن نسوق له مثلا هنا كليك بانك هذا الموقع يعني عنده مجموعة كبيرة من المنتجات الرقمية سنتعرف عليها بعد قليل إذن نحن دورنا هنا أننا نسوق لهذه المنتجات حين يتم الشراء عن طريق روابطنا نربح عمولة إذن هذه هي الطريقة بصفة عامة للأشخاص المبتدئين حتى يفهموا هذا المجال بشكل جيد إذن كيف سنحقق الأرباح وما هي الطريقة والإستراتيجية التي سننهجها هذا ما سنتعرف عليه إذن قلنا عندنا منتج هذا هو المنتج منتج كليك بانك هذا هو البروداكت وهذا هو مثلا هنا دعوني أضرب لكم مثال مثلا نأتي إلى كليك بانك ننقر على أفليت ماركت بليس يعني هنا في الماركت بليس توجد جميع منتجات كليك بانك هنا الأقسام تختار هنا القسم الذي تريد أن تسوق له يعني مجموعة من النيتشات والمجالات دعوني أعطيكم مثال مثلا في الهوم الهوم إن جاردن مثلا هنا دعونا نشاهد منتجات مثلا الحيوانات ننقر هنا لكي يتم ترتيبها حسب الجاذبية هذا مثلا يعني منتج لتدريب الكلاب يعني هذا برنامج تدريبي دعونا نلقي عليه نظرة إذن هذا هو البرنامج التدريبي لتدريب الكلاب يعني نستطيع أن نربح عمولة عن طريق تسوقنا لهذا البرنامج التدريبي هذه هي صفحة المنتج لنرى بكم يباع هذا التدريب أو هذا المنتج إذن يباع ب47 دولار هنا كما هي نسبة العمولة التي سنأخذها انظر أخي الكريم هنا لكي ترى قوة كليك بانك حتى 75% من هذا المنتج يعني 75% يعني تقريبا ما يعادل 31 دولار عن كل مبيع يعني تقريبا كأن هذا المنتج يعني ملكك الخاص أو منتجك 75% يعني نسبة كبيرة جدا إذن قلنا سابقا لكي يجب أن نحقق 300 دولار يعني في كل يوم يعني ما معنى ذلك يعني هنا إذا استطعت أن تحقق فقط 10 مبيعات في اليوم طبعا أنت لست ملزما بوصول هذا يعني هذه الدرجة لكن فقط هنا نعطي مثال إذا استطعت فقط في بضاية عملك في التسويق أن تحقق مبيعة مثلا في اليوم أو مبيعتان يعني فهذا شيء جميل وقوي لكن مع مرور الوقت تستطيع أن تصل إلى خمس مبيعات سبع مبيعات عشر مبيعات أو حتى أكثر يعني في كل يوم إذن كيف سنربح من هذا المنتج؟ يعني نحتاج إلى شيئين أساسيين سأشرحهما لكم هنا أولا نحتاج إلى ما يسمى بالسيلز فانلز نحتاج إلى سيلز فانلز وبرنامج إيميلات ثم نحتاج إلى الترافيك أو الجمهور إذن فقط هذين الشيئين هما ما سنحتاجه في عملنا كمسوقين ناجحين جيد هنا السيلز فانلز أنصحكم بموقع بيلدرول يعني موقع بيلدرول يعطيك مجموعة من التيمبليت لإنشاء سيلز فانلز إحترافي 100% هناك من يستعمل الكليك فانلز لكن الكليك فانلز تقريبا يعني مبلغ اشتراكه أكبر بكثير يعني خصوصا كشخص مبتدئ إذن هنا في بيلدرول تستطيع أن تنشئ يعني صفحة هبوط احترافية 100% وأهم شيء هو هذا المكان هو ما يسمى بـ السكويس بيتش لماذا يجب علينا أن نحصل على إيميلات الزوار قبل أن يروا قبل أن يشاهدوا صفحة المنتج الرسمية يعني قبل أن يمروا إلى هنا لماذا يجب عليك أن تحصل على بريديم الإلكتروني لأن أكثر الناس أو أكثر الزوار الذين ستأتي بهم إلى هذه الصفحة لن يشتروا أكاد أجزم أن 9.6 أو 8 لن يشتروا من أول زيارة لهم لهذه الصفحة طبعا هم سيكونوا مهتمين بهذه الصفحة لكن لن يشتروا من أول وأهلا يعني يحتاجوا بعض الوقت لذلك وجب عليك أن تحصل على بريدهم الإلكتروني لكي تراصلهم يعني بمجموعة من الإيميلات أنا أستعمل برنامج ميلين بوس التابع لبيلدرول أنت تستطيع أن تستعمل نفس البرنامج أو أي برنامج آخر المهم أنك يجب أن تعمل بالإيميل ماركوتينج لأن الإيميل ماركوتينج هو الذي يأتي بالتحويلات والمبيعات بنسبة 90% 90% من مبيعات كليك بانك كلها تأتي عن طريق البريد الإلكتروني إذن قلنا هنا تحصل على بريده الإلكتروني وتراصله بمجموعة من الإيميلات الأوتوريسبوندر ما معنى الأوتوريسبوندر؟ يعني إيميلات تذهب أوتوماتيكيا تبرمجها هنا في الوركفلو تبرمج مثلا حتى عشر إيميلات أو حتى ثلاثة إيميل وتذهب ذاتيا يعني من أول يوم يشترك في هذه القائمة يحصل على هذه الإيميلات وتأتيه أوتوماتيكيا بدون تدخلك يعني حتى لو أتيت بألف زائر يعني كل شيء يتم أوتوماتيكيا لست يعني مجبرا أن تقوم بالعمل يدويا يعني هذا أمر صعب مثلا يأتيك خمسون شخص مثلا كل يوم يعني من الصعب أن تراصلهم واحدا واحدا عن طريق يعني عمل يدوي أنت تبرمج كل شيء هنا في ميليمبوس ويذهب ذاتيا حتى يقتنع الزائر بهذا المنتج ويقوم بالشراء يعني أوتوماتيكيا وأنت نائم وأنت تلعب تمارس هوايتك ورياضتك يعني تأتيك مبيعات بشكل أوتوماتيكي إذن هذه هي قوة هذه المواقع الإحترافية والبرامج الإحترافية والتي أنصح الجميع يعني مهما كان مستواك يجب عليك أن تعمل بهذه الطريقة التي أشرحها لك في هذا الفيديو إذن قلنا السيلس فانلز وبرنامج الإيميلات حينما يعني تنشئ هنا صفحة تشرح هذا المنتج يعني تستطيع أن يعني تضيف هنا صور مثلا هنا أريد أن أضيف صورة في هذا الفانل أتي إلى هنا وأنقر على إيميج وأدخل الصورة وأقوم بتغييرها هنا change image وأدخل الصورة التي أريد كذلك نفس الشيء مثلا أريد أن أدخل فيديو هنا تنقر على هنا تنقر على فيديو وتدخل الفيديو وتقوم بتغيير رابطه من هنا configure تدخل رابط الفيديو رابط اليوتيوب أو إذا كان الفيديو مثلا من فيميو تدخل رابطه كذلك يعني هذا يعني مع build role يعني أسهل ما يكون تنشئ فانل احترافي يعني بالذوق الذي تريد يعني وتربطه مع تربطه مع تربطه مع برنامج الإيميلات هنا تدخل الليست من هنا تربطه مع القائمة التي تريد أن تضيف إليها الزوار يعني هذا يعني أسهل ما يكون مع build role إذن يبقى لنا الجمهور أو الترافيك يعني كيف سنأتي بالترافيك كيف سنأتي بالترافيك إلى هذه الصفحة يعني كيف سينقرون على روابطنا يعني هنا في هذه المسألة يعني يجد أكثر المسوقين خصوصا المبتدئين منهم يعني يجدون صعوبة كيف سيأتون بالترافيك إلى هذه السيلس فانل أو عفوا إلى هذه السيلس بيتش صفحة المنتج الرسمية هناك من يعني يقوم به يعني هذا الخطأ الفادح هنا مثلا هذا هو رابطك يعني هذا هو الرابط التسويقي لمنتج كليكبانك الأغلبية ما دي يفعلون يأتون بالترافيك مباشرة يضعون أمامه هذا الرابط وينتظرون منه أن ينقر عليه طبعا هذه الطريقة لا أنصحك بها فهي طريقة بدائية ويعني خاطئة ولا تأتي بأي مبيعة ولا أي شيء يعني يأتي الزائر نعم سيأتي إلى هنا يشاهد هذا يعني أنقر على الرابط يشاهد هذه الصفحة لا يشتري ويغادر يعني تفقد كل شيء وتبدأ من الصفر إذن ما الذي ستفعله لن تأتي بالترافيك إلى الرابط التسويقي بل ستأتي بالترافيك إلى السيلس فاندر إلى هذه الصفحة التي ستنشئها في بيلدرول أو أي مكان تريد إذن ستأتي بالترافيك إلى هنا إلى هذه الصفحة لماذا؟ كي يضع الزائر بريده الإلكتروني وهذا هو الشيء المهم عندنا يعني وهذه هي الغاية أما المبيع لا يهمون متى سيحقق المبيع أو متى سيشتري لأنك ستراصله بمجموعة من الميلاد حتى يشتري مثلا يستطيع أن يشتري بعد عشرة أيام أو بعد أسبوع أو بعد يومين إذن هذا لا يهم فقط الذي يهم وأنك تحصل أو تبني قائمتك البريدية المستهدفة والمهتمة بما تسوق له يعني هنا في هذه الحالة مثلا البرنامج التدريبي لهذه الحيوانات إذن الترافيك تستطيع مثلا أن تنشئ صفحة على الإنستغرام مهتمة بالكلاب تستطيع عمل هذه الصفحة وتبدأ من الصفر وتجمع المهتمين والمعجبين إذن هذه صفحتي بالمناسبة على الإنستغرام أدعوك يعني للاشتراك فيها إذن تأتي إلى هنا وتكتب مثلا كلمة أدعوك وهكذا حتى لا يعني لا يقع حسابك في مشكل ما وتتابع كل هذه الصفحات لأنهم سيلقونهم أيضا نظرة على صفحتك ويتابعوك وينقروا بلايك ويعملوا لك لايكات لصورك يعني مثل هذه الصور يعملوا لك لايكات كهذه الصور هذه الصورة مثلا عندها مئة ألف لايك يعني أرقام كبيرة جدا نظرا للعدد الكبير من المتابعين الذين يتابعون هذه الصفحة إذن هذا مصدر من مصادر الترافيك هنا في البيو يعني تضع هنا تضع رابط السيلس فانل أو صفحة الهبوط التي أنشأتها رابطها تضعه هنا في البيو لكي يقوم يعني الأشخاص المتابعون بإدخال بريدهم الإلكتروني هنا تستطيع كذلك أن تأتي بالترافيك إذن هذا ترافيك عفوا إذن هذا ترافيك مجاني الإنستغرام يعني ترافيك مجاني لن تدفع عليه أي شيء في إعلان أو أي شيء فقط تبني صفحتك وتساعدها في النمو وتكبيرها حتى تحصل على متابعين ولايكات يعني من العديد من الأشخاص كذلك كذلك تستطيع أن تأتي إلى اليوتيوب وتعمل قناتك هنا يعني تنشئ قناتك المهتمة بالكلاب وتضع فيها مجموعة من الفيديوهات حول هذا المجال يعني اجعلها يعني قناة متخصصة في مجال واحد لا أنصحكم يعني البعض مننا ينشئ قناة متنوعة يعني مهتمة بأكثر من مجال ويعني لا أشجعكم ولا أنصحكم بهذا اجعل قناتك مهتمة فقط بموضوع واحد هنا في هذه الحالة كما قلنا موضوع الحيوانات وتربيتها نزل كل يوم مثلا فيديو وتضع في وصف الفيديو مجموعة من إذا كان عندك موقع إلكتروني طبعا تضع فيه رابطه كذلك تضع فيه رابط هذه الصفحة أو صفحة الهبوط كل هذا يساهم ويساعد في تقوية مشروعك لكني أنصحك بأمر مهم وأرجوك أن تركز على ما سأقوله لك الآن هناك خطأ يقع فيه أغلب المسوقين المبتدئين حين يبدأون محاولتهم التسويق وإنشاء مشروعهم على الأنترنت أغلبنا ماذا يفعل يأتي مثلا نفترض أن هذا هو مصاره في التسويق هذا مصاره الزمني نقسمه مثلا إلى شهور مثلا هذا هو الشهر الأول هذا هو الشهر الثاني الثالث الرابع والخامس هنا الانطلاق مثلا ينطلق هنا مثلا هذا المبيان يعني هذه الأرباح مثلا إذن ينطلق المسوق الجديد هنا في عمله يعني لا يحقق أرباح يستمر هكذا يحاول 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 ممكن أن يحقق بعض الدولارات يعني يجد أن هذا يعني لا يحقق له يعني الأرقام التي يريدها هو فما الذي سيعتقده هنا يعتقد أن هذا يعني المجال ليس مربح أو أن هذا المسوق يعني يحس كأنه فشل يعني يقول هذا يعني لم يحقق لي شيء ما الذي يفعل ينسحب مباشرة وهذا أكبر خطأ أكبر خطأ كيف يتم الربح من مجال التسويق بالعمولة يتم هكذا تستمر يعني بدون أرباح مثلا أعطيكم أنا فقط كمثال يعني بعض الأشخاص الذين يركزون في عملهم يستطيعوا أن يحققوا أرباح حتى بعد عشرة أيام فقط من بداية تسويقهم يعني هناك بعض الأشخاص يحققون ذلك فقط بعد أو حتى أسبوع يعني هنا يرجع إلى طبيعة الشخص وتركيزه واهتمامه وجديته في العمل لكن الأرباح هي تأتي هكذا يعني تستمر في البداية بدون أي شيء يعني لا تغادر ولا تظن أنك فأنت لم تفشل أنت لم تأتيجب عليك فقط أن تصبر هكذا يعني بعد مرور وقت قصير ستجد أن أرباحك تتزايد وتستمر في النمو وجمهورك وقائمتك البريد يتتزايد يعني هذه هي الطريقة هكذا تتم الأرباح في هذا المجال أخي الكريم إذن أرجو أن تفهم هذه النقطة لأنك إن لم تفهمها ستعاني كثيرا أما إن فهمتها فإنك ستعمل وأنت مرتاح وهذا أمر مهم جدا كلما صبرت أنت فقط استمر في النشر أنت دورك هنا فقط استمر في النشر لا تتوقف مثل إذا كانت عندك قناة يوتيوب استمر في نشر الفيديوهات استمر في نشر الصور في موقعك في صفحتك في الإنستغرام استمر هكذا فقط ستلاحظ أن قائمتك البريدية في نمو مستمر يعني ستبدأ مثلا بعشرة مشتركين ثم بخمسين ثم بمائتين وهكذا والأوتوريسبوندر عندك يعني في استمرار لا زال يرسل لهم إيميلات مبرمجة تذهب أوتوماتيكيا ماذا يعني هذا الاستمرار في المبيعات والتحويلات مع مرور الوقت يعني كلما كبرت قائمتك البريدية كلما كبرت قائمتك البريدية كلما ارتفعت حضوذك لتحقيق مبيعات يعني هذه قاعدة اقتصادية يعرفها يعني الجميع إذن أرجو أن تفهم هذه النقطة جيدا لأنها لأنها أهم من أي شيء آخر يعني هذا المفهوم هذا المفهوم إن لم تفهمه ستفشل في هذا المجال وستغادر إن فهمته إن فهمت هذا المجال أنه يتم بهذه الشكل وبهذه الطريقة كن على يقين أنك ستصل إلى ما قلناه في بداية الفيديو ستصل إلى عشرة آلاف دولار في الشهر هي فقط مسألة وقت فقط هي فقط مسألة وقت حين تبدأ بتحقيق بعض الدولارات بالطريقة المجانية ما الذي ستفعله بعد ذلك ستنتقل مباشرة إلى الترافيك المدفوع المدفوع والقوي جدا فيسبوك أدس لكي يعني ينطرق مشروعك يعني انتلاق قوية جدا لا رجعة فيها فيسبوك أدس بينك أدس ستضيف كل هذه الأشياء مع مرور الوقت حين تبدأ يعني بتحقيق يعني بتحقيق الدولارات الأولى عندك ستضيف الترافيك المدفوع لكي يعني لكي يتحدى مع الترافيك المجاني الذي قلنا هو اليوتيوب وإنستغرام وسيساهم هذا يعني في نقل مشروعك إلى المستويات العليا إذن هذه هي الطريقة يعني المنهاجية والاستراتيجية التي ستحقق بها مبتغاك الذي ذكرناه والذي يسعى إليه كل المسوقين بجميع مستوياتهم يعني عشرة أمور ألاف دولار يعني كل شهر إن شاء الله ستصل إلى هذا المبلغ وهذا المستوى إن صبرت يعني في البداية واستمررت على يعني في نشر المحتوى الهادف وتكبير قائمتك البريدية وجمهورك حتى تصل إن شاء الله إلى النجاح الذي يسعى إليه الجميع إذن أتمنى أن تستفيدوا معي من هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك ومعارفك حتى تعم الفائدة لا تنسى كذلك الاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد أراكم إن شاء الله في فيديوهات وشروحات قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة